اليوم بالليجان المشتركة كان في عنا مشروع قانون واقتراحي قانون لهم علاقة بالتربية مشروع قانون الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 12617 واللي هو نطلب فيه 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة أمان هذا المرسوم طبعا في بعض زمل النواب داخل الجلسة سجلوا اعتراض مثل ما كان بالسابق تماشيا مع موقفهم بالسابق على الآلية أن الحكومة حكومة تصريف أعمال ما إلى حق تبعط مرسوم ليناقش في المجلس النيابي ولكن هذا رأي بعض النواب أما نحن إداريا أنا بالليجان المشتركة رفع هذا المرسوم لإليه بالقطر الإدارية بالتالي طرحناه على التصويت وتمت الموافقة عليه وسيكون بند على جدوى الأعمال الهيئة العامة يوم الخميس لأنه كتير من العالم مثل ما بتعرفه بيستفيدوا من بطاقة أمان البعض بيقولك شو بتعمل الميت دولار مثل ما بيقولوا أي مساعدة مالية لأي حدا محتاج باللبنان لازم يكون أولوية بالنسبة لإلنا ولازم نعرف نحن أن التشريع بالمجلس النيابي أنا بنظري لازم يكون هدفه الأول والأخير المواطن اللبناني إن كان بالمساعدات الاجتماعية تسهيل الأمور لإلنهم أو التربوية أو الصحية أو أي مساعدة أخرى بالتالي أنا كنت اليوم من بعد ما حكينا في هذا المشروع المرسوم صار في كلام مع الأستاذ نعمة مع القيمين على الصندوق لموضوع الأستاذي اللي هن بالتعليم الخاص وهذا الموضوع مثل ما تعرفوه كان فيه اقتراح قانون معجل مكرر وعادة اقتراح القانون المعجل المكرر بننطر ليروح على الهيئة العامة للهيئة العامة بعدين عادة تسقط صفة العجلة ويحال إلى الليجان لحتى ما يظلوا هالأستاذ يدفعوا هالتمن والتأخير اللي عم بيصير بالتشريع صار فيه تنسيق مع النقيب وقلنا له أنه هذا الموضوع لازم نشيله من معجل المكرر زمل النواب اللي كانوا مضينه نعم له اقتراح قانون وطلبنا من دولة الرئيس برئي حالته مباشرة إلى الليجان المشتركة وهذا اللي صار فوفرنا طريق طويلة على اقتراح من هالنوع لأنه الظرف اللي عم نمرق فيه ما بقى يسمح لنا أنه نحن نماطل بحقوق أسادزة خاصة هلأ عم نحكي بهالموقف بالتحديد أسادزة التعليم الخاص المتقاعدين اللي كل واحد منهم اليوم عم يقبض ما يعادل 30 دولار شهريا هادي الأسادزة اللي علموني وعلموكن وعلموا كل النواب اللي موجودين جوه اليوم اللي متقعد منهم عم يقبض 30 دولار بالشهر من هالمنطلق قدرنا اليوم فينا يقلكون بطريقة إيجابية مع كل الزمل النواب أنه نصوت على هيدا القانون وصدر القانون وبعتقد اللي حكيه قبلنا بموضوع التربية شرحوه ما رح فوت بتفاصيله ولكن أنا فيني أقول جلسة مثمرة كانت اليوم هيدا القوانين مرة تانية اللي جاني المشتركة عم بتقر قوانين تعني المواطن اللبناني مثل ما كنا عملنا بالماضي بموضوع التقاعد وضمان الشيخوخة واللي كمان رح بكون على الهيئة العامة يوم الخميس هيدا القوانين اللي بينتظروها المواطنين اللبنانيين هيدا القوانين اللي بيستفيد منها اللبناني عم نحط الخلافات والسياسة وكل التناقضات على جنب أنا فيني أقول أن ضميري مرتاح على القليل باللي جاني المشتركة عم ننجز هيدا قوانين لأنه هيدا بده المواطن اللبناني مش أنه نجتمع بمجلس النواب لحتى يكون فيه تسويات سياسية على قرارات سياسية إن كان تعينات أو غير تعينات هي الأهم الأهم لا نفوت نشرع اللي هو ما هو بحاجة لأله اللبناني وأهم من هيدا لما بنا نفوت نكون فيه توافق على التشريع نروح باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية لأنه هيدا الحل الأفضل لحتى الأمور ترجع تكفي بمسارها هلأ قبل ما ناخد أسئلة وأجوبة بدنا نسمع كمان النقيب وإذا ما بعرف بتحب تحكي كمان كلمة على الموضوع بس باختصار لأنه ما عندنا وقت كتير على الهواء تفضل يعطيك العافية وشكرا لدولة الرئيس لأسبوه صعب وبدأتوجه كمان بتحية وشكر لدولة الرئيس نبي برري يلي كان له الياد الطولة أنه جمع الليجان المشترك اليوم وحط المشروعين القانون اللي بيخصوا معلمين المدارس الخاصة المتقعدين بمختصر مفيد الحل الجزري للموضوع هي أنه الدولة تروح تعمل سلسلة ترتب ورواتب جديدة لكل مواصفينها وبالتالي هاي بيحق معلمين المدارس الخاصة لأنه بناءنا على وحدة التشريع هذا الحل الوحيد حاجر أضرب بخمسة وأضرب بستة وأضرب بسبعة وساعة بعمل إنتاجية وساعة بعطي مئة دولار وساعة بشعد من هون هذا هو الحل الأمسل لأنه هذا الموضوع بعد مرموط مثل ما قال دولة الرئيس بالوضع السياسي وبيانتخاب رئيس جمهورية نحن كنا مضطرين لهالمشروعين الاستثنائيين على الأقل لفترة سني أول مشروع بيعطينا منحة 650 مليار لنغطي فترة سني مساعدات للمتقعدين بالمدارس الخاصة ومثل ما قال دولة الرئيس أساتزي بيقبضوا 30 دولار هو الرقم الأعلى مليون ونص ومليونين وثلاثة ومليونين ليرة لبناني بيقبضوا وبالتالي في حالة موت سريري يعني فمساعدة سنوية بانتظار المشروع الثاني نبلش نغزي الصندوق بأموال زبنا الضريبة على الأستاذ وزبنا الضريبة شوي على صاحب المدرسة من الستة بالمية لثمانية بالمية هذا المشروع مدى سنة لبلش يفوت أموال خلال سنة تجينا منحة 650 مليار لحتى هالأستاذ يضلوا على قيد الحياة هذا باختصار اللي صار اليوم ونأمل وأكيد دولة الرئيس بيساعدنا ونأمل من الرئيس بري أنه يوم الخميس يكونوا على الجدوى الأعمال وتنتهي هذه المشكلة الكبيرة شكرا نائب هيدا الموضوع إن شاء الله بيسلك بالهيئة العامة ومتل ما قلت هيدا قطوة أولى ولكن الإصلاحات بتتطرب خطوات أخرى وبعتقد نحنا متل ما ماشي الأمور الكل صار متعاطف أنه نعطي الأولوية للمواطن اللبناني وللأساذة وللعسكر ولكل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالشأن العام دولة الرئيس يعني تبين من تصريحك بالأمس من العين الديني والبيانة التي صدر منه قليلة عن رئيس الحكومي لأن هناك كان يبدو معرفة وتناهم بينكم وبين الرئيس مياتي بموضوع جلسة مجلسة القراءة التي من الممكن وقالنا ممكن أن تعقد يوم الجمعة لتأكيد تسريحة ستة أشخاص أنت عارفت هذه الموضوع ولماذا صارت كلها ضجة أنه فيه بندة معجل على جلول أعمال جلسة التشريحة طالما أنت أكدين أنه في الحكومة ستتم هذه الموضوع وهناك قابلة للتعامل لا أول شي أنا حقيقة حتى معرفت أنه إذا دعي الرئيس مياتي للنهار الجمعة أنا أول شي بدي أقول لك اللي بعرفه واللي ما بعرفه أنا بحكم تواصلي مع الأفريقاء المعنيين بهذا الملف بكون معطيات بتصير بين إيدي وأنا لمست أنه موضوع التمديد في المجلس النيابة منه كتير سهل وفي عوائق قدامه مش عمقول ما بيصير بس عمقول منه متاح بالطريقة للعالم مفكرين فيها أول شي في عنا ست اختراحات مختلفة عن بعض البعض بما متعلق بالتمديد وإذا منشوف نحن المجلس النيابة كم مرة قدر ينجز هيك تمديد أو تعديل قانون لتمديد سن التقاعد كرمال أشخاص ما عم نحكي نحن بوضع طبيعي وعم ندرس الأمور مثل ما لازم ندرسها ونشوف إذا التقاعد للعسكر بما فيهم الزباط أو العسكر أو كل العالم لازم يتعدل نحن جايين اليوم طبعا نتضحك على اللبنانيين وما نلبس كفوف جايين نعمل إخراج للمدد لقائد الجيش حدا مخشوش بالقصة؟ ما حدا مخشوش بالخبرية بالتالي هيدا الموضوع يطعن فيه بالمجلس الدستوري وأي شخص ممكن يطعن فيه مجبور يبدو بهذا الموضوع من هك كان الرئيس بري عم بيقول على الحكومة تتحمل هي المسئولية بالدرجة الأولى وما كان فيه توافق وما بعرف إذا وصلوا على توافق أصلا ما عندي هيك معلومات بس سمعنا مبارح بالجلسة من دولة الرئيس بري أن الحكومة هي مسئولة بالدرجة الأولى عن هيك ملف مش المجلس النيابي ولكن إذا ما قدرت عملت شي الحكومة بيكون فيه تدخل بالمجلس النيابي اللي منع الفراغ بقيادة الجيش بقى هون بيكون فيه دور للمجلس النيابي غير هيك لآخر لحظة نحن في طرد نهار الخميس بلشنا بالتشريع باعتقل جدول الأعمال اللي صدر أو رح يصدر هلأ اليوم بعد الظهر لأنه بدي ياخد بعين الاعتبار القوانين التي أقريناها بالليجان المشتركة هلأ قبل شوي هيدا جدول الأعمال بنا نبلش فيه يوم الخميس ونهار الجمعة بده يستكمل إذا الحكومة سبقتنا وعملت أي حل لموضوع قيادة الجيش بيكون كتير منيح ما بقعد فيه لزوم لحتى ندرس القوانين المعجلة المكررة وهي متنوعة في حدا بيطلب التمديد لرتمة عماد هلأ بيقل لك للرتمة مش للشخص بس في عماد واحد بالتالي بالقوانين بالطعن بده يعتبره لشخص واحد البعض بيقلك لقائد الجيش ولمدير عام قوى أمن الداخلي يعني لعماد وللواء طيب لواء فيه ألوية أخرى فيه لواء بالأمن العام فيه لواء بالمفتشية العامة فيه لواء السؤال بيصير للأشخاص ولا للرتب هلأ لما تعمل للرتب بيجي العمدة بيقلك العميد أنا إذا أنت تركت اللي فوقي ومددت له فطرة إضافية راحت من قدامي فرصة أنا صرت بديت قاعد قبل ما أترقى بالتالي ست بدك تروح تعالج موضوع العمدة وبتنزل لا توصل للملازم مشان هيك القصة مبنى سهلة ومش هيك عشوائيا منروح نحنا منعدل قوانين على قياس أشخاص هاي دي فيها صعوبة بالمجلس النيابي والكل بيعرف أنه فيها صعوبة بس أنا برجع بقول ما حدا عم بيقول محسومة ما بتصير أو محسومة بتصير بدنا نقاشات وبدنا دير أسات وبدنا نكون عادلين فيها وبدنا إذا بدنا نشرع شي من هالنوع بدنا نشوف شو إمكانية التطعن فيها بالمجلس الدستوري أما بالنسبة للحكومة الحكومة قدامها عدة خيارات الحكومة فيها اليوم تجتمع ولكن وفق القانون القانون بيقول وزير الدفاع يقترح إن كان بالتعيينات بده يقترح وزير الدفاع وإن كان بده يروحوا يستعملوا غير مادة أنه لبنان في حالة حرب أو لبنان إذا بحالة حرب بده يصدر مرسوم ومرسوم لو يعلن أنه لبنان بحالة الحرب ونعلن الحرب على مين بالتالي مننا بالسهولة كمان نطلع نعمل مرسوم أنه نحن بحالة حرب بتقول لي بتروح بتعمل أنه حفظ الأمن كتير منيح بده مرسوم بناء على اختراح وزيري الدفاع والداخلية هلأ إذا عم نحكي قانون غير هيك أي طريقة تانية أي محاولة تانية بتكون غير قانونية ومن هلأ أنا عم قلكن ستكون عرضة للطعن وهذا الطعن مش متل البعض عم بفكر بده يمشي لأنه اليوم ما فينا يكون عم نطعن بأمور من هالنوع ونخليها طماطل أسوأ شيء أسوأ شيء منوصله أنه يكون في خطوة غير قانونية وأنا عم بحكي بإسم الشخصي هلأ خطوة غير قانونية للتمديد لقائد الجيش أو تأزيل تسريحه ويكون مطعون فيه والأخطر عندما يقبل الطعن شو منكون عملنا نحن بالمؤسسة العسكرية ما بدي أحكي أكتر من هالأد بس خلينا نرجع للأنون خلينا نطبق الأوانين نحن مش دولة أشخاص يا بدنا نعمل دولة مؤسسات ونحترم القوانين يا إذا ما ننضل كل واحد يتخبى وراء أصبعه وكله بالسياسة اللي عم بشد كرميل التعيين أو التمديد بالسياسة واللي أوقات بده يعارض أنه لا إلا هالشخص قد يكون بالسياسة بس أنا عم بحكيكم آنون هلأ من أي فرق رئيس؟ الآنون حفاظا على الآنون لا أنا قلت مبارح ما بعتقد فيه فخ لأنه ما بعتقد الزمل النواب هلقدي سطحيين يعني أنه كل واحد آري الموضوع وعارف شو هو ونحن واضحين هيئة المكتب مبارح بتقول هذا المجلس يحق له التشريع تفضلوا وشرعوا إذا إجوا على التشريع أكيد مش مغشوشين ولا فخ بيكونوا إجوا بملء إرادتهم ليشرعوا قوانين الناس بحاجة لإله واللي بالقابل بالماضي كان يقول أنه أنا ما بيقبل شرع بغياب رئيس الجمهورية وقرر يغير رأيه اليوم كتير منيح أنا بشد على إيده بقول له لا ليش غيارت رأيك بالتالي بالعكس اللي بيجي على التشريع بديكون جاي بملء إرادته ما حدا غيشش حدا وهيدا الموضوع الصحيح لأنه المواطنين عم نشوف قوانين مثل قررينيها اليوم بحاجلة إلى الأساتذي والجيش والعسكر والطبابة والتربية كل العالم بحاجلة إلى بقى أنا مع التشريع أنا ما بيقدر تكعن شو بتعمل الحكومة لا القانون تقول لك يا فيه قدام مجلس الوزراء خيارين أو بدوا يروحوا على تعيين بناء على اقتراح وزير الدفاع وإذا أنا عم قل لك شو بالقانون متاح شو بدوا يعمل الوزير هذا يعني الوزير أو بدنا نروح على الحكومة ونقول تفضل يا معالي الوزير في حالي طارقة بدنا نكلف الجيش بالأمن عمول اقتراح كمان بموافقة الوزير لحتى نأجل تسريح بناء على حالة الطوارئ أو تكليف الجيش بحفظ الأمن يلي هي بده مرسوم وبده تصويت بالتلتان هايدي المتاحة قدام الحكومة اليوم أما يروحوا من دون رأي وزير الدفاع ويقولوا بدنا نأجل تسريح معناته عم بيقولوله لمشلس الشورى الدولة طعان بأسرع وقت لأنه هذا قرار فائد قانونيته أنا ما بعرف مين وصل لتسوي أنا عم وصف المتاح بالقانون إذا وزير الدفاع وأنا بعرف أن وزير الدفاع حريص على المؤسسة العسكرية لأنه ابن المؤسسة العسكرية عميد ضحفية اللي بيقرأ تاريخه لوزير الدفاع ما بيشيل عليه غلطة وحدة بكل مساره العسكري مش هيدا وزير الدفاع اللي رح بضحه بمصلحة الجيش وبالحفاظ على هالمؤسسة العسكرية أنا يمكن مطلع بعض الشيء حتى ما أكون عم كذب عليكم ولكن اللي سمعناه بالإعلام والحكي اللي عمين حكي على نشر قوات يمين وتسوية فينا يقول لك أنه هذا الكلام ما إله شيء من الصحة أقله في لبنان بعد نحنا ما حدا مننا مطلع على أي اقتراح من هالنوع وأنا بستبعد نروح على نشر قوات إضافية قبل ما نروح نشوف إذا الألف وسبعمية وواحد بيتطبقوا إذا العدو الإسرائيلي عم بيطبقوا تنبلش من هوني بالتالي أنا بقول هذا الكلام سابق لأوانه نحنا مع الاستقرار على الحدود ما حدا بده حرب بلبنان ولكن بدك تحكي كمان إذا بدك تفرض الألف وسبعمية وواحد أنه يتطبق بده نوقف الاعتداء الإسرائيلي والخروقات اللي بيعملوها بشكل يومي وموثقة مش من هلأ مش من وقت حرب غزة من وقت ما طلع الألف وسبعمية وواحد لليوم أول شيء بدأت تنتهي الحرب بغزة عاجلاً أم آجلاً أول شيء بده تنتهي الحرب بغزة عاجلاً أم آجلاً ما حدا بيقدر يكف بالإجرام اللي عم يعملوا العدو الإسرائيلي إلى ما لا نهاية يمكن الدول اللي عم بتغض النظر واللي عم بتوافق على وقف قرار بيعطي وقف اطلاق نار عم تعمل خطأ بحق الإنسانية ولكن ما فيها تتحملوا إلى ما لا نهاية بالتالي تنتهي الحرب على غزة وبس تنتهي الحرب على غزة بده ينحكى بتسويات سياسية بده ينحكى بحل سياسي هذا الموضوع يعني الجنوب اللبناني والحدود مع فلسطين المحتلة قابلان للطعن في حال صاروا من دون موافقة وزير الدفاع هذا بالمجلس الوزراء أما بالمجلس النيابي منه سهل لأنه اليوم في اختلاف بوجهات النظر وانبارح قالنا الرئيس بري قالنا عندي ستة قوانين فيكن انتو في كذا حدا بمثل كذا كتلة نيابية فيكن تعدوا مع بعضكم تتفقوا على شي صيغة معينة وأنا على السمع من هلأ لوقت الجلسة إذا قدرتوا عملتوا بالتالي هذا بدل أنه هناك صعوبات بإقرار هاي قانون ما عمقول مستحيل ولكن مش بالسهل ومش معبد الطريق قدام إصدار هاي قانون مش مستحيل ولكن مش سهلة هيدا اللي عمقوله هل يمكن أن نروح على تعيين قد جيش إذا وصلنا على محل في فراغ أنا برأي نصيحتي أنه نروح على تعيين أكيد أنا مع التعيين من اليوم أصلا بس لما يوصلوا المعنيين أصحاب القرار أنا مني صاحب قرار بهذا الموضوع لما يوصلوا أصحاب بغياب الرئيس ما فيه أسهل منه بترك المؤسسة بلا راس ولا بحط راس على المؤسسة وأول ما يجي رئيس جمهورية أول قرار بيعمله بمجلس وزراء بعين قائد الجيش اللي بده إياه شو بيمنعه تالي هاي دي صيغة أنه نسمع أنه بغياب رئيس جمهورية وحفاظا على صلاحيته صلاحيته مصانع بأول اجتمع لمجلس الوزراء بياخد القرار اللي بده إياه رئيس جمهورية وما حدا بيقول له وينك الشي الثاني اللي بيحكوا عنه أنه كيف بنا نغير قائد جيش بنص الظرف والمعركة اللي نحن فيها أول شي كلكم بتتذكر أنه داعش كان عم بقاتل بجرود عرسال كان العماد جاء أهو جي قائد للجيش تغير قائد الجيش وإجا العماد جوزيف عون وعمل أهم معركة وأهم تحرير بجرود عرسال شو صار؟ نحن مع المؤسسات مش مع الأشخاص وحماية للجيش ولكرامة الزباط الموجودين هيك لازم نفكر ويعطيكم العافية